اهلا بكم من كل مكان في الوطن العربي واهلا بكم من كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة معانا اخبار مهمة جدا 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 انهيار مدوي في اوروبا واوروبا بالكامل على حفة الانهيارات الان ومعانا التفاصيل الخطيرة لهذا الخبر كمان تزامنا مع زيارة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الى السعودية قرار تاريخي في السعودية بشأن اسرائيل المغرب تحترق وقلوبنا مع اهالي المغرب الشقيق وانفجار غامض في دولة عربية الان يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل وقبل ما نبدأ الاخبار بفكر حضراتكم بعمل لايك للفيديو ويوعى تبخلوا علينا في اللايك عشان نقدر نستمر وكمان لو حضرتك جديد معانا وعايز تعرف كل جديد ويوصلها كل جديد ياريت تشارك في القناة واتفعل الجرس وياريت يا جماعة تشيروا الفيديو لكل الناس علشان الفائدة تعم على الجميع وقبل ما نبدأ فهذا العام عام الكوارث وعام البلاء وعام الوباء وعام الغلاء وعام الحروب لازم نقول هذا الدعاء وحضرتك تكتب امين كلمة امين اللي هتكتبها مش هتكلفك حاجة والله خالص بل ممكن تكسب من وراء سواب كبير ويتفتح لك ابواب كتيرة هنقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين عايزين نكتب مليون امين يا جماعة في هذا العام الغريب نبدأ مع بعض الاخبار ونشوف اول خبر معانا هام جدا 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 وهو بايدن يرحب بقرار تاريخي للسعودية ونجيب الخبر ونكبره علشان نشوف الخبر ده بغزائي او بيقول ايه هنقبر الخبر مع بعض ونقرأ التفاصيل بايدن يرحب بقرار تاريخي للسعودية الخبر بتاريخ 15 يوليو او 15 سبعة عشرين اتنين وعشرين من موقع ارتي العربية ونقرأ هذا الخبر رحبا رئيس الامريكي جو بايدن الذي يزور اسرائيل ويستعد للتوجه منها الى جده اليوم الجمعة 15 يوليو بالقرار التاريخي المتمثل بفتح المجال الجوي السعودي امام جميع النقلات الجوية بما فيها اسرائيل وده يا جماعة بتبدأ خايفين ليكون هذا بداية الخضوع العربي او الخضوع السعودي لزيارة بايدن وقال جيك سوليفان مستشار بايدن لشؤون الامن القومي في بيان له اليوم الجمعة 15 يوليو ان رئيس الامريكي يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي امام جميع النقلات الجوية المدنية بلا تمييز بما في ذلك الرحلات الجوية من اسرائيل واليها وطبعا احنا عارفين ان السعودية كانت افلى المجال الجوي بالذات امام الرحلات الجوية من اسرائيل وهنا ما بين السطور بنقرأ هل هذا بداية التطبيع هل ده بداية التطبيع الرسمي السعودي واحنا عارفين ان الزيارة اللي حدثة او اللي موجودة دلوقتي من جو بايدن للسعودية واللي هيعد فيها مع القمة العربية او القمة الخليجية العربية وهيعد مع مجلس التعاون الخليجي ومعاه مصر ومعاه الاردن والعراق هيحضروا مع مجلس التعاون الخليجي فاحنا ايليين على هذه الزيارة هي القنبلة الموقوطة اللي معناها يا انتم مع امريكا واوروبا او انتم ضدنا ومع روسيا والصين وهنا بداية الخطورة قبل ما جو بايدن يوصل السعودية كان طلع هذا القرار يوم الجمعة صباحا الرحلات الجوية من اسرائيل واليها مفتوح النطاق الجوي في الاجواء السعودية وطبعا فتح المجال الجوي السعودي امام ودي بنعيد الخبر تاني عشان تقراه امام جميع النقلات الجوية بما فيها اسرائيل الرحلات الجوية من اسرائيل واليها مفتوحة واشار سوليفين الى ان هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية الرئيس بايدن الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى اشهر عدة والتي تتوج بزيارته اليوم الى المملكة واعتبر هذا القرار يمهد الطريق لمنطقة شرق اوسط اكثر تكاملا واستقرارا وامانا وهو امر حيوي لامن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الامريكي وامن اسرائيل وازدهارها واضاف انه سيكون لدى رئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم بينما تبدأ رحلاته التاريخية مباشرة من اسرائيل الى جدة بالمملكة العربية السعودية واعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فجر اليوم الجمعة فتح اجواء المملكة امام جميع النقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الاجواء السعودية بما في ذلك اسرائيل وربنا يسطر على ما هو قادم من هذه الزيارة القنبلة الموقوطة مع امريكا والعرب بالكامل عندنا بقى خبر تاني مهم جدا جدا وهو انفجار غامض بمستودع اسلحة تابع للحشد كرب حدود سوريا وده انفجار في العراق وطبعا احنا نوهنا وقلنا ان فيه تقرير مخابراتي او استخباري اه مبارح نزلنا الفيديو ده ان من المتوقع في الاربعة في التمانية واربعين ساعة القادمة حدوث انفجارات وتفجيرات اه من ايران وغيرها اه داخل الدول العربية اه بسبب اه الزيارة الموجودة لجو بايدن مع العرب ودول الخليج وهنا الخبر بيقول افادت مصادر بانفجار غامض الخميس في مغزن سلاح تابع لميليشيات الحشد الشعبي اه بالقائم في العراق قرب الحدود السورية وفقا لقناة العربية وتنتشر مخازن السلاح العراقي داخل المناطق السكنية بشكل لافت بعد عام الفين وتلاتة ومع بداية كل صيف يسترجع الناس مخاوفهم من انفجارها نظرا اتفاع درجات الحرارة الذي يحول زي المخازن الى مقناة بالموقوطة وقد تؤدي بحياتهم وشاهد العراق كذا وكذا وهل هذا الانفجار انفجار اه يعني بفعل فعل ولا انفجار بسبب الحرارة هنعرف اه بعد كده قريب ونفس الخبر انفجار مغزن سلاح للحشد الشعبي في القائم بالعراق وطبعا مناظر للانفجار انفجار كبير جدا ولسه محدش اكد هذا الانفجار بفعل فاعل ولا بسبب ارتفاع درجات الحرارة اه عندنا بقى من اهم الحاجات الانهيار الذي بدأ في اوروبا واللي هيكمل ويريت اه تركزه في القادم انتوا فاكرين الاسبوع اللي فات استقالة بوريس جونسون وده اه رئيس وزراء بريطانيا وساعتها علقت وزيرة الخارجية انه خد القرار الصائب وكان استقالة جونسون بسبب الازمة الاقتصادية اللي هي اتدمرت في بريطانيا بريطانيا في ازمة اقتصادية غير عادية ومش ادر رئيس الوزراء كان يقف اصاد هذه الازمة وبالتالي قدم استقالته الانهيارات القادمة في اوروبا انه كمان بالامس اه استقالة رئيس الوزراء الايطالي وهنا بيقول لك السر في الخمس نجوم وهي هنعرف اه ايه بس ان ايطاليا بدأ كمان رئيس الوزراء الايطالي قدم استقالته وايام القادمة القليلة سنرى استقالة اه الوزراء في رؤساء الوزراء في عدة دول اوروبية ومنها من المتوقع استقالة رئيس الوزراء في فرنسا وثم بقية الدول وهنسمع عن ده قريبا جدا وياريد تبقوا اخدين بالكم وتابعوا هنا رئيس الوزراء الايطالي والخبر ده كان الخميس يوم اربعتاشر يوليو عشرين اتنين وعشرين ونشوف تاني رئيس وزراء ايطاليا يقدم استقالته ورئيس البلاد يرفض فهنا برضو بيأكدوا الخبر وهنا رئيس الايطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ونشوف بقى نقرأ الخبر بيتقال ايه اه رفض رئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا الاستقالة التي قدمها الخميس رئيس الوزراء ماريو دراغي اه وسط ازمة سياسية يحذر خبراء انها قد تدفع بثالث اكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو الى انتخابات عامة مبكرة واعلنت الرئاسة الايطالية ان ماتاريلا اه لم يقبل الاستقالة ودعى رئيس الوزراء المسهول امام البرلمان بغية اجراء تقييم للوضع الناجم عن مقاطعة حركة خمس نجوم المنضوية في الاعتلاف اه الحاكم جلس التصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ وفي وقت سابق الخميس قال ماريو دراغي خلال جلسة للحكومة اود اعلن انني ساقدم هذا المساء استقالاتي الى رئيس مضيفا الى ان الشروط اللازمة لاستمرار الاقتلاف الحكومي لم تعود كاملة اه قائمة وطبعا اه مش هنخدش بقى في تفاصيل الخاصة بالاااا بالحكومة الايطالية ولكن زي ما انتو بردو شايفين هنا اسهم اوروبا تهبط مع تزايد المخاوف نقلل كده مع تزايد المخاوف من حدوث ركود اه اقتصادي وهنا جماعة اللي لازم نعرفه ان اوروبا بتقابل اقصى واقوى اه سقوط او انهيار اقتصادي والرعب من الركود اه او الكساد في الاسواق الاوروبية والامريكية وبداية الاستقالات وبداية انهيار اوروبا زي ما احنا قلناها قبل كده في فيديو واللي هو بنسميه انهيار اوروبا وتقسيم اوروبا هتبدأ بالانهيار الاقتصادي ثم الانهيار السياسي ثم الانهيار العسكري وده كل التوقعات بتقول هذا لان ما حدث في اوروبا من ارتفاع اسعار وتضخم وانهيار اقتصادي لم يحدث منذ اه عشرات السنين بل اه يعني خمسين سنة ما حصلش الكلام دوت ولا كمان في بعض الدول من مئة سنة ما حصلش ارتفاع الاسعار وانهيار اقتصادي كامل بالطريقة دي وبالتالي الاسابيع القادمة القليلة ستشهد الانهيار السياسي وبدء تقديم الاستقالات ثم يليها الانهيار العسكري وبداية تقسيم اوروبا وبداية انهيار الاتحاد الاوروبي بالكامل وسجلوا علي الكلام اللي انا بقوله لكم ده وده هو ما سيحدث في اوروبا الفترة القادمة بعد استقالة جونسون رئيس الوزراء البريطاني ثم رئيس الوزراء الايطالي ثم ستشهدون استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ثم الالماني اه وستتوالى هذه الاستقالات واروبا ستبدأ في الانهيار اه قريبا جدا هنخش بعد كده في الخبر برضو المهم القادم وهي المغرب حرائق عنيفة في غابات شمال المملكة المغربية ومعانا صور وفيديو وده كان بتاريخ خمستاشر يوليو او خمستاشر سبعة عشرين اتنين وعشرين وطبعا صور الحرائق يا جماعة شنيعة جدا وشديدة وقلوبنا مع اخواتنا في المغرب واهالي المغرب الكامل ولو حبينا نشوف جزء من الفيديوهات اللي موجودة فطبعا باين ان الحرائق جامدة جدا وقوية جدا 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 والنيران ترتفع الى اعالي السماء فالحرائق غير عادية وهنا يحاول رجال الاطفاء والجيش في المغرب السيطرة على حرائق عنيفة في مناطق حرجية شمالي البلاد حسب مدير المركز الوطني لتدبير المناخ المناخية فؤاد العسالي واوضح العسالي ان حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة اندلعت في اقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتتوان وتازة وطبعا انا ما عرفش بقرة صح يا جماعة الاسامي ولا لا لكن اعذروني ان كنت اريد الاسامي خطأ واكد موقع هاسبريس المغربي استمرار جهود رجال الاطفاء والمتطوعين في السيطرة على حرائق اقليم العرائش دون تسجيل خسائر في الارواح وجرى اخلاق عدد من الدواوير هي القرى من سكانها وكانت اربع قاذفات مائية من طراز كذا تابع للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير وفق ما افادت وكالة فرانس بريس وفي ظل درجات الحرارة الخانقة غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فجئوا بتمدد الحرارة وتمكن بعضهما من اخذ الماشية والخيول واكدت فرانس بريس ان قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير قضت عليها السنة اللهب بالكامل وقال العسالي وفق ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للانباء ان الجهود متواصلة على امل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة واتت ادنيران على الاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الاربع في اقليمية العرائش وواتزين بحسب تقدير اولي ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك بمساندة السلطات المحلية ومنذ ايام تضرب المغرب موجة حر مع اكتراب الحرارة من خمسة واربعين درجة مئوية في سياق من الجفاف الاستثنائي وشح المياه ربنا مع اهلينا واخوتنا وكل اصدقائنا في المغرب الكبير بازن الله تعالى تعدي على خير وطبعا المناظر بتاعة الحرائق والدخان اه مناظر صعبة جدا ونيران اه كبيرة جدا والدخان يغطي سماء بعد الاماكن في المغرب ربنا ان شاء الله يعديها عليهم على خير وما يكونش بيه خسائر في الارواح واحنا بنشوف هذه الصور امامنا وطبعا في فيديوهات برضو ربنا معاهم والطائرات بتحاول تطفي والنيران مشتعلة في اماكن كتيرة وهنا برضو معنا نفس الخبر استمرار حرائق الغابات شمالية المغرب وفرق الاطفاق والجيش تجهز اه يعني تكسب جهدها وحتى الان حتى يعني مع الفيديو وانا بكلمكم في نفس اللحظة دي الحرائق حتى الان اه مكملة وان في منطقة العرائش اضطرت الف ومئة اسرة الى اخلاق منازلهم بسبب حريقين اخمدة منذ ذلك الوقت ودمر حريق اكتر من الفي فدان من الاراضي والعديد من المنازل وفقا لوزارة الداخلية وما زالت فرق الاطفاق تحاول اخماد الحرائق في عدة مناطق في شمال المغرب ويعاني المغرب من موقف حر وقلنا كلام دوت فربنا مع المغرب ربنا مع اهلينا واصدقائنا واخواتنا واحبائنا في المغرب وفي كل الدول العربية ان شاء الله وربنا يعدي باذن الله باذن الله اه موجة الحر وهذه موجة من الحرائق على خير باذن الله اه تعالى امين اه ومع نهاية الفيديو وفي هذا العام الغريب قلنا عام الغلاء والوباء والحرائق اه لازم نلتجئ فيها الى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه رفع غضبه عنا ونقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين وعايزين نكتب مئة مليون امين يا جماعة ارجوكم خلوا الناس كلها تكتب امين شكرا ليكم شكرا لوقتكم شكرا لحضراتكم وفي نهاية الفيديو بفكر حضراتكم باوعى تبخل علينا في اللايك اللايك للفيديو مهم جدا علشان نقدر نكمل وكمان لو حضرتك جديد معينا وعايزي وصلاك كل جديد ياريت الشارك في القناة وتفعل الجرس شكرا ليكم كان معكم فادي فكري من قناة سر للغاية فادي فكري والسلام ختام شكرا للمشاهدة